مرحبا برج الأسد هذه قراءتك العامة رح نلقي فيها نظرة عامة على وضعك المالي عندنا أيضا الصعيد الصحي العاطفي وأي أخبار أنت متوقع أو تنتظرها في المستقبل وأول كرتين رح يكونون تبع طاقتك العامة للشهر برج الأسد طاقتك جدا جميلة من ناحية المادة أرى أنك مقبل على تحقيق أشياء في حياتك عمرك ما حققتها في السابق يعني الفترة القادمة إذا بينك وبين نفسك قررت أنك تنجز أي شيء لنفسك على صعيد التجارة المشاريع الوظيفة تفتح لك البزنس رح تلاقي نجاح واهر قبول سرعة في تحقيق الاستقرار المادي لنفسك رح تكون موجودة هاي الطاقة موجودة عندك ولكن في نفس الوقت عندك مثل التخوف أو التشاءم من ناحية الحب تحس أن دائماً أنت مادياً الأمور سهلة بالنسبة لك أكثر بكثير من أمور الحب والعاطفة وأن تكون سعيد مع الشخص اللي تختاره دائماً أنت حس كذا نظرتك بخصوص الموضوع كأنك بينك وبين نفسك تقول أنا إنسان جداً سهل بالنسبة لي أحصل على أي أموال أريدها أي وظيفة أختارها جداً سهل ولكن في الحب تحس نفسك غير محبوب دائماً أنت قاعد تندب حظك عندنا أربعة الأكواب وهي طاقة أن أنت مقاعد تنظر إلى الأكواب الموجودة عندك أو تعرض أمامك يعني معنات الحب موجود في حياتك في أناس أو أشخاص معينين يطرقون بابك يحاولون يوصلون لقلبك ولكن أنت يا برج الأسد وهذه كانت قراءة جداً مكررة عندك من أسابيع هذه الطاقة دائماً تخبرني أن أنت ملكة الأكواب أنت تقول لي أنه عندك استقرار مادي أو تستطيع الحصول عليه بسهولة وهذا بالنسبة لك كافي لا تريد عندك تشاؤم يعني من الحب لا تريد أن يدخل شخص لحياتك يأخذ منك أكثر ما يعطيك أو يكلفك هذا الاستقرار المادي لأن أشوفك من فترة أنت اللي كنت تتعب على نفسك عشان تحقق هذا الاستقرار ستة الخماسيات طاقة الرخاء المادي والراحة إنسان مرتاح في حياته عندك مشروع بزنس تجارة وظيفة راح تكون ناجح ولكن نجاحك هو بسبب جهدك وتعبك أنت عراقك أنت يعني يا برج الأسد فعشان شذيء ما حد يقدر يلومك لما أنت تحس أن هذا النجاح أنت استحقه من فترة طويلة ولا تريد الحب يعني غير ما أشوفك جدا تنتظر الحب دائما تخاف أن الحب أو الشريك اللي راح يدخل في حياتك راح يكلفك الأشياء اللي أنت أنجزتها من أجل نفسك راح يكلفك راحتك عندك ملكة الأكواب الملكة السعيدة المرتاحة فأنت تحس أن أي عرض حاليا أو العروض الموجودة حاليا للأشخاص اللي يأتون يعرضون عليك حبهم وعلاقة وارتباط تحس أنه راح يكلفك راحتك أرى أنك وطبعا برج الأسد مستقل بطبعه ويعرف جدا نفسه متواصل مع نفسك تعرف ما الذي تريده تريد أن تكمل نجاحاتك عندك كرت الشمس فبشكل عام أنت كأنك تقول أنا مرتاح في هذا الوضع ووضعي عاجبني كل شيء موجود في حياتي أنا استحقيته وتعبت من أجله فأي شخص يريد أن يدخل حياتي عليها أن يجلب شيئا إلى الطاولة عليها أن يضيف لي لا يأخذ مني لأنك تقول أنا تعبت فترة طويلة عشان أوصل لهذا المستوى من الاستقرار مو شرطة تكون يعني ملكة كل الأموال اللي أنت تحلم فيها ولكن وصلت مرحلة تعرف نفسك مدسامح مع نفسك وتعرف أيضا مصادر قوتك الداخلية ملكة الأكواب هي ليست كملكة السيوف يعني ملكة السيوف دائما تحس أنها محتاجة أن تبرهن مثلا وجهة نظرها ملكة الأكواب مرتاحة مع نفسها أكثر تعرف وصلت مرحلة هي تعرف ما الذي تريدها ما الذي رح يكلفها شنو هي رح تتقبل شنو ما رح تتقبل تعرف تعرف أيضا ما الذي يسعدها ورح تعمل اللي يسعدها فأراكيو برج الأسد متجه نحو سعادتك الشخصية عند كرتك موجود تحت ملكة الأكواب كرت الشمس وهي طاقة برج الأسد وجودها فوق تحت ملكة الأكواب يخبرني أنه أنت على حق وأنت في مصدر طاقتك هذه الفترة وفعلا المفروض الأمور تمشي بهذه الطريقة يعني أنت صح لا تفكر أنك قاعد تخسر شيء على صحيد العاطفي لأنك غير منفتح مثلا للحب أبدا منطقك صحيح منطقك موزون ولك الحق فيه وأرى أنك أيضا من ست ست الخماسيات إلى الشمس وهنا قلت لك وضعك المالي حتى لو أنت حاليا ما قاعد تسعى للشيء معين حيكون جدا ممتاز أن تسعى بخطوات صغيرة لأي شيء أنت تريد أن تحققها من أجل نفسك أي شيء خصوصا على الصعيد المالي الحياة العملية أي وظيفة أي اقتراح تقوله رح يكون نجاح وراء نجاح مثل الأبواب اللي تفتح أمامك باب وراء باب وتفتح بسهولة فتوجه إلى هاي مثل البواب الشمس قاعدة أشوفها مثل البواب اللي راح تفتح أمامك خلال هذا الشهر تستطيع أن تأخذ منه كل ما تريد مثل الحصاد خذ كل ما تستطيع أن تحمله استغل هاي الفترة لأن هي مكتوبة لك أيضا مكتوبة ومقدرة أن تكون فترة راحة مادية لك رخاء أن تكون في وضع ما عندك هموم لا تحاتي مصاريف لا تحاتي ديون حتى لو كان عندك مصاريف وديون فهي الوضع راح يساعدك أن أنت تأديها وأيضا تكون مرتاح ماديا أيضا دخلك يزيد في نفس الوقت تؤدي ديونك وأيضا دخلك يزيد هاي اللي قاعدة أشوفها فلاتة الشائم الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعك من تحقيق هاي الطاقة اللي عندك الجميلة هو شوي تشاؤمك سواء بشكل عام في الحياة أو من طرف الحبيب أو لا تتشاؤم كرتك موجود في وسط القراءة على الصعيد الصحي ولكن محتاج إلى تغييرات بسيطة مع الأموال اللي راح تستطيع أن تجنيها خلال هاي الشهر التاري يخبرك أنه لا تكون قاسيا على نفسك ممكن أنت بعض الأحيان تنسى نفسك تحمل نفسك بسبب كثرة الأمور اللي تدور حولك كثرة النجاحات تأخذك في مثل الدوامة لا تستطيع أن تأخذ مثلا نص ساعة ترتاح فيها أو تعتني بنفسك أو مثلا تريح جسدك تتأمل تعمل مساج تغنج نفسك يعني على الصعيد الصحي بالعكس صحتك على أفضل ما يرام ولكن انتبه لراحتك الجسدية أكثر ما عندك أي أمراض ورح إن شاء الله تستطيع أن تنجز كل ما تريده أيضا على الصعيد الجسماني إذا كنت تفكر في رجيم تفكر في أن تخسر دهون معينة من منطقة معينة رح تستطيع أنك تعملها ولكن لا تكون قاسع على جسدك في هاي الفترة كل اللي تريد أن تحققه تستطيع لديك كرة السحر في احتمال أرى أنه لديك أشياء معينة بخصوص جسدك تريد أن تغيرها تضبطها تطورها تحسنها فرح تستطيع أن تعمل هذا الشيء ولكن مجرد تحذير بسيط أنك تنتبه على حالك تكون جدا حنون مع نفسك عكس الأمبراطور ملكة الأكواب كن حنون مع نفسك حتى وإن كنت قاسي مع الشريك أو الحبيب أو عروض الحب والزواج مع نفسك كن حنون كن ملكة الأكواب راعي نفسك لأن أنت تستحق ليس فقط الراحة المادية أنت أيضا تستحق أنك في هذه الفترة ترتاح فعلا جسديا وفكريا نفسيا وأيضا عاطفيا مو شرط الكوب الذي يأتيك هو كوب الحب أو كوب الأرضوات عشان أنت تكون سعيد هذا المبدأ خبأ ممكن أنت تكون سعيد بدون وجود أي شخص ثاني في حياتك ممكن وجود أشخاص معينين في حياتك أصلا ما يخدمك أصلا يرجعك إلى الوراء فلما أنت فعلا تدرك هذا الشيء تتجه نحو فقط ما يخدمك ويفيدك ولا يضرك بأي شكل من الأشكال هاي الكرة تحس فيه شوي طاقة تسحب إلى الوراء يمكن أشياء تتعلق بالماضي عندك دائما كن خطوة تأخذها خطوتين تحس أنك قاعد تنسحب مثل المغناطيس إلى الوراء فكون في قوتك كن في عنصرك هذا الشهر وكون أنت قوي من أجل نفسك أيضا الشمس مصدر قوة مصدر إعادة القوة الجسدية للجسم فاحتمال أنك تحس أنك شوي منهك بسبب كثرة المسؤوليات خذ الوقت من أجل نفسك راعي نفسك وكون حنون على نفسك لازم توصل في هذا الشهر إلى مرحلة الراحة مع النفس يعني أنك ما تحس أنك محتاج لأي شخص تاني عشان يكملك عشان يكمل سعادتك وهذا هو المفتاح لأن عندما تكون سعيد بعدين وتمزيكي الأبواب الحياة العاطفية تنفتح أمامك على الصعيد العاطفي عندنا الخماس الصغير أو page of pentacles وعندنا night of wands فورس الأغصان أرى أنك أنت أنها هي طاقتك وهي الطاقة النارية أرى أنك أنت على الصعيد العاطفي حاليا سريع الانسحاب وتاخد قراراتك بسرعة من الشخص اللي موجود في حياتك أو راح يدخل في حياتك أما أنك سريع الانسحاب سريع الدخول فيهني بينكم طاقة غير منسجمة غير متناغمة واحد منكم سريع الانسحاب يأتي بسرعة يذهب بسرعة يكون حار يكون بارد يقبل ومن ثم يدبر غير ثابت في تصرفاته يمكن أنت تكون أيضا كذلك تريد الحب ولكنك متخوف مثلا تريد الحب ولكنك متشائم أن أي حبيب أو أي شخص يدخل حياتك راح يسحب منك ومن طاقتك ومن ضوءك ومن سعادتك يمكن أنت عندك هذا التخوف يمكن الشرك السيناريو راح يكون مختلف لكل شخص ولكن بسبب هذا الشيء في عدم ثبات في العلاقة لأنه ما يقابل هذا الفارس فارس الكازانوفا اللي دائما عنده مهمة جديدة يذهب إليها ولا يبقى في مكان معين فترة طويلة أصلا تقابلها الخماس الصغير ففيه هنا عدم استقرار وتثبيت جاد وقوي للعلاقة وهي احتمال يسبب لك أنت أو الشريك نوع من أنواع الإحباط الشخص اللي غير ثابت على رأيه يعني أوقات أنه يحس أنه يريد الزواج والارتباط والحب وأوقات يقول لا 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 أنا وضعي أحسن كذا أنا مرتاح خلني في راحتي أحسن ما يدخل شخص ما يستاهلني في حياتي ويعفز عليه حياتي ففيه احتمال أيضا اللي أرى أن العلاقة جديدة يعني لا تذهب إلى الماضي كثيرا أما الشخص موجود حاليا في حياتك وأما سيدخل عمان غريب ولكن الأمور غير ثابتة حاليا غير متزنة لأن أثنينكم غير وافقين أيضا الشخص الثاني تقابل طاقة عدم التأكد يريد أن يعرض عليك شيء أو أنت يريد أن تعرض علي شيء ولكن في نفس الوقت ما في شيء ذا قيمة احتمال أنت أنا أحس أن أنت أنت يا برج الأسد صاير من الناحية العاطفية غير مقبل ويقابل طاقة شخص يريد ولكن كأنما لا يستطيع كأنما لا يملك الموارد كأنما يعني مثل ما يقولون يده لا تصل إليك حتى وكانت رغبته فيك احتمال أنك تتعامل مع برج ترابي في الحب ثور عذراء جدي أو شخص طاقة ترابية هذا الشخص يريدك إذا كنت أن تسأل عندك أي شكوك حيال رغبته فيك أرى أن الرغبة جدا قوية لأنه مقابلة كلها طاقة تراب فالرغبة قوية وجذورها عميقة عند هذا الشخص ولكن هو يحس أنه غير وافق بسبب وجوده الجديد الغير محدد في حياتك احتمال أنه ما صاله فترة طويلة موجود في حياتك أو يعرفك فهو غير وافق من شن الخطوات الصحيحة لياخذها عشان يصل إليك أهو عنده عدم ثقة مش عارف يوصلك مثلا حتى وإن كان يعرف رقمك ولكن مثلا اختيار الأسلوب اختيار التوقيت طريقة تعبيرة عن رغباتها هو يحس أنه مش عارف وحتى إن كان الآن موجود في حياتك وأنت تحس كأنك حس أنك ساعات بينك وبين نفسك تفكر وتكون عندك أيضا رغبة عارمة رغبة قوية لهذا الشخص وأحيانا ثانيا احتمال أنه يتأخر أو ما يكون واضح معاك بخصوص مشاعره فأنت لا تدعب نفسك يا برج الأسد أنت أشوفك تنسحب بسرعة تذهب في الاتجاه الثاني وتركز على حياتك العملية أكثر على طول اتوجه طاقتك واهتمامك من هذا الشخص إلى حياتك الخاصة ونجاحاتك فلا أنت ثابت ولا هو ثابت ولكن الرغبة موجودة عند الشخصين أنا أحس يعني فيه فيه تقابل في الرغبات جدا عجيب هو يرغب فيك وأنت ترغب فيه ولكن حاليا بالنسبة لي مجرد توقيت توقيت لأن هذا الشخص جديد ولكن مع الوقت لأنه عندنا سبع الخماسيات الشخص ينتظر أن أن تثمر زرعته يعني أو تثمر بذوره سبع الخماسيات يخبرنا هذا الكرت أنه راح يصير هذا الشيء ولكن راح يأخذ وقت وقت بالعادة أكثر من المتوقع الحل الوحي دائما أفضل وأسهل حل لسبع الخماسيات الشخص اللي مو عارف وين يروح بسبب النتائج اللي حصل عليها لحد الآن غير مرضية بالنسبة له لا يعرف هل يبقى أم يرحل يأخذ خماسيين في يده ويذهب إلى مكان ثاني أم يبقى وينتظر ما زرعه هذا مش عارف أو أنت مش عارف أيضا ممكن تكون أنت أنت مش عارف بخصوص هاي الدينماكية اللي بينك وبين هذا الشخص مش عارف تبقى تذهب وهي أيضا معكوس في طاقتك وهو فارس الأخصان الفارس اللي ما يبقى مو ثابت باحتمال طريقة واتجاه هاي العلاقة غير ثابتة وهي أيضا مسبب لك أنت عدم استقرار ولكن بعد سبع الخماسيات يأتينا ثمان خماسيات مرحلة فعلا العمل والاجتهاد نحو ما نحب فهي مجرد مسألة توقيت إن شاء الله لحد ما طاقتك وطاقة الشريك تنضج تستطيعون أن تلتقون في المنتصف لأن بعد هاي الكارت عندنا ملك الأرض أو ملك الخماسيات أيضا طاقة ترابية النضج اللي تبحث عنه في العلاقة قادم مثل ما أخبرتك ولكن سوف يحتاج بعض الوقت لأن إضاءتك سيأتيك في المستوى اللي أنت استحقه مستوى الملك مستوى اللي فعلا نضج يعني بعد الصبر تحصد تحصد مزرات لأن أنت عندك مستوى الملكة فأنت محتاج إلى مستوى الملك ومستوى الملك موجود يخبرك الترى أنه موجود هذا الشخص ولكن سوف يحتاج بعض الوقت عشان هو يتأكد من خطواته باتجاهك هو يثبت أصلا وجوده في حياتك هو كأنه حاليا أحس أنه موجود عندك كأوبشن خيار أوقات تتجه له أوقات تقرر أنه ما راح تمشي معاه أوقات متأكد من مشاعرك أوقات غير متأكد فردت فعلك أيضا بالتجاه هذا الشخص تحدد وتغير مسار العلاقة فرح يكون في نضج ورح يأتيك مع الوقت مع الأيام رح يكون في تغيير شامل لك ولا أثنيكم رح تنضجون في الطاقة عندما يحدث هذا النضج هو رح ترى أن الشريك الشريك اللي تستحقه وتستطيع تبني معاه لأنه دائما تنظر إلى الخماسيات تريد الاستقرار وشخص يضيف إليك لا يأخذ منك الشخص ترى أنه يستحقك فأنت بانتظار هذا الشخص وهذا الشخص حاليا احتمال موجود في حياتك ولكن لكي يتحول من الخماسي الصغير إلى مستوى ملك الخماسيات رح يأخذ بعض الوقت والتر يخبرك أن لا تفقد الأمل دائما سبع الخماسيات تعني لي لما تنتظره قادم موجود وقادم ولكن لكي يأتيك بأفضل شكل ممكن رح يأخذ شوية وقت ورح أسحب لك آخر كرت يا برج الأسد تبع النصيحة الأخيرة أو ما يجب أن تعرفه أول كلمة قرأتها كلمة الصبر وهذا يتماشى مع سبع الخماسيات الصبر من أجل أن يأتيك ما تستحق في الوقت المناسب الاجتماع المقدس يعني مثل كرت الزواج هذا عشان تجتمع نحن في فاصل أو في مسافة بين الملك والملكة من أجل أن يحدث الاجتماع قلت لك هو مكتوب وهو مقدر ولكن يحتاج إلى بعض الوقت وهذه طاقتك أنت يا برج الأسد أمير النار تعني لي مثل كرت الشمس خليك متفائل وخليك جدا عنيد أيضا لدينا كرت الإمبراطور خليك عنيد بشأن ما تريده في الحياة إذا أنت فعلا تريد الحب والزواج والارتباط من هذا الشخص أو من غيره أنت يجب عليك أن لا تستسلم أو لا تفقد الإيمان بشأن ما تريد في حياتك شكرا عزيزي شكرا عزيزي شكرا عزيزي